معامل الإنتاج لحوالي شهر يغيب وزير النفط حيان عبدالغاني عن وزارته بسبب ظرف صحي ألم به لكن خلال هذا الشهر حصل الكثير داخل الوزارة من تحركات وقرارات تثير الشبهات حول فساد متجذر في الوزارة مصادر محلية كشفت أن وكلاء في وزارة النفط فضلوا إيقاف عمليات تصدير المنتجات النفطية إلى خارج العراق مقابل منح تلك المنتجات إلى بعض الجهات والمعامل الوهمية والحديث هنا عن منتج زيت الوقود والمعامل الوهمية هي معامل موجودة على الورق فقط ولا تقوم بأي نشاط أو إنتاج من معامل الإسفلت المؤكسد التي تقوم فقط بأخذ حصص من زيت الوقود بسعر مدعوم من الدولة لا يتجاوز 250 إلى 300 دولار في حين يبلغ سعره خارج العراق حوالي 500 دولار للطن أي بفارق الربحي يبلغ 100% يحصل هذا بينما تغيب دائرة الرقابة الداخلية التي يفترض أنها تراقب تلك الأنشطة والفعاليات لكن تبين أن هناك الكثير من التقصير والتهاون بعمل هذه الدائرة تجاه ملفات الفساد ويثير الشبهات حول تواطئها في هذه الملفات وتشير التقديرات إلى أن نحو ثلث المعامل التي تستلم النفط الأسود في العراق عبارة عن معامل وهمية حيث تستفيد من زيت الوقود بالسعر المدعوم وتقوم بتهريبه وبيعه خارج العراق وهو ما يوفر أرباحا تبلغ مليار دولار سنويا أو حوالي 100 مليون دولار شهريا وما يزيد الأزمة النفطية سوءا في العراق أنه في ظل هذه الظروف الصعبة لا تزال الحكومة تصدر زيت الوقود إلى لبنان لتستفيد منه ميليشي حزب الله رغم ما لذلك من مخاطر اقتصادية وأمنية أيضا بتوريط العراق بالصراع الدائر في المنطقة